موسيقى السابعة صباحا الخامسة بتوقيت جرانيتش نشرة اخبارية مفصلة تأتيكم من اكترا نيوز اهلا بكم هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي الامة العربية والاسلامية والشعب المصري بمناسبات حلول شهر رمضان المعظم وقال الرئيس السيسي عبر صفحتي رسمية بمواقع التواصل الاجتماعي ان رمضان هو شهر الطاعة والمغفرة العامر بنفحات الخير والايمان الذي تتجدد فيه القلوب والنفس الانسانية دعين الله عز وجل ان يديم على المصريين والامة العربية والاسلامية الخير والامن والاستقرار والسلام اجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز للتهنئة بحلول شهر رمضان المعظم متمنيا للمملكة العربية السعودية والشعبين الصديقين كل تقدم وازدهار وبدل العاهل السعودي الرئيس السيسي التهنئة بهذه المناسبة دعين الله ان يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين والدول العربية والاسلامية بالخير والبركات هذا وتلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني للتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك اوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بان الرئيس السيسي عبر خلال الاتصال عن شكره لامير دولة قطر على تهنئته بهذه المناسبة المباركة دعين الله عز وجل ان يعيدها على شعبي البلدين الشقيقين وكافة الشعوب العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات هذا وتبادل الرئيس السيسي التهاني مع عدد من الزعماء والقادة العرب بمناسبة حلول شهر رمضان وتلقى الرئيس السيسي اتصالين هاتفيين من ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة والامير فهداء بن سلطان بن عبدالعزيز السعود امير منطقة تابوك للتهنئة بحلول الشهر الكريم واجرى الرئيس السيسي اتصالات هاتفية مع امير الكويت الشيخ النواف الاحمد الجابر الصباح وشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد ابو ظبي والفريق اول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني والرئيس العراقي برهام صالح والرئيس السونسي قيس سعيد والرئيس الجزائري عبدالمجيد تابون ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية الامة الاسلامية والعربية والشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك واكدت السيدة انتصار السيسي عبر الصفحة الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي او بموقع التواصل فيسبوك ان شهر رمضان يتم انتظاره من عام الى عام يطيب القلوب ويزكي النفوس وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاسراع في جهود تنفيذ مبادرة مصر الرقمية وتوسيع التخصصات المستهدفة من المبادرة فضلا عن موصلة رفع كفاءة منظومة مكاتب البريد وميكنتها جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية والدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء اركان حرب طارق الظاهر مدير ادارة الاشارة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان الاجتماع تناول متابعة معدلات التنفيذ للمشروعات القومية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى الجمهورية وقد وجه السيد الرئيس بالاسراع في جهود تنفيذ مبادرة مصر الرقمية وتوسيع التخصصات المستهدفة من المبادرة وذلك بهدف دعم الاداء الحكومي من خلال توفير احدث الخدمات الرقمية للمواطنين على مستوى الجمهورية وذلك في اطار استراتيجية الدولة الهدفة الى مضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية والسعي الى استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مشروعات الدولة المختلفة فضلا عن مواصلة رفع كفاءة منظومة مكاتب البريد وميكنتها نظرا للقطاع الجماهيري العريض الذي يتعامل معها على مستوى الجمهورية وذكر المتحدث الرسمي ان السيد وزير الاتصالات عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها من قبل الوزارة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي شملت اعداد استراتيجية الذكاء الاصطناعي للمساهمة في رفع مستوى اداء الخدمات الحكومية وكذا التوسع في اعداد الكوادر البشرية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المهارات الرقمية وجهود تصنيع اجهزة الحاسب المدرسي بالاضافة الى جهود اصدار كرت الفلاح وتعميمه على كل المحافظات وميكانة كل من المستشفيات الجامعية ومنظومة الامتحانات الجامعية واصدار الرقم القومي للعقارات في اطار المنظومة الجديدة لحوكمة قطاع الانشاءات وكذلك ربط منظومة السجون بالمحاكم كما اطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع على جهود تحسين خدمات الهاتف المحمول وتطوير بنية الانترنت لاستعاب الاستخدام الكثيف خلال الفترة الحالية نتيجة لتدعيات جائحة كورونا الى جانب مستجدات رفع كفاءة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية وتزويدها بالخدمات البنكية والشهر العقاري فضلا عن تطورات انشاء جامعة مصر المعلوماتية والتي تعتبر الاولى من نوعها في المنطقة ومدينة المعرفة بالعاصمة الادارية الجديدة ومراكز ابداع مصر الرقمية الى جانب جهود تحويل مصر الى ممر رقمي عالمي للبيانات ومصدر جذب لاكبر مراكز البيانات العملاقة والحفاظ على وضع مصر الاستراتيجي كممر آمن للكبلات البحرية اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف الاستراتيجي التابت لنصر القائم على استعادة الامن والاستقرار وارساء عناصر استدامته في دول المنطقة المتأثرة بالنزاعات وخلال استقباله وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اكد الرئيس السيسي على استمرار مصر في الى موضوع السد النهضة اقصى درجة الاهتمام في اطار الحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل مشددا على ان عدم حل هذه القضية من شأنه ان يؤثر بالسلب على امن واستقرار المنطقة بالكامل استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسيد مخايل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي وسفير روسيا الاتحادية بالقاهرة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان السيد الرئيس طلب نقل تحياته وتقديره لرئيس الروسي فلاديمير بوتن مؤكدا سيادته الحرص على تعزيز علاقات الشراكة الممتدة مع روسيا الاتحادية في إطار التطور المستمر الذي تشهده تلك العلاقات والذي تكلل بإبرام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة وتصديق البرلمان المصري عليها مؤخرا والتي تفتح آفاقا جديدة رحبة للتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات والمشروعات المشتركة بالإضافة إلى تلك الجاري تنفيذها خاصة مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد ومشروع إنشاء محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية من جانبه نقل وزير الخارجية الروسي إلى السيد الرئيس تحيات وتقدير الرئيس بوتن مؤكدا حرص روسيا على الارتقاء بالتعاون المثمر والوثيق القائم بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعيدة فضلا عن الأهمية التي توليها روسيا لاستمرار التنصيق والتشاور مع مصر بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية وتقديرهم لدور مصر بقيادة السيد الرئيس كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهدت تباحثة حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين ومنها التعاون على الصعيدين العسكري والأمني بما فيها آلية التعاون المشترك في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب على مستوى الأجهزة المعنية بالإضافة إلى الجهود المشتركة لاستئناف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر والمشاورات الجارية في هذا الإطار فضلا عن مشروع محطة الضبع النووية والإعداد للدورة القادمة لللجنة الاقتصادية المشتركة كما تم مناقشة تطورات أهم الملفات الإقليمية حيث أكد السيد رئيس الموقف الاستراتيجي الثابت لمصر القائم على استعادة الأمن والاستقرار وإرساء عناصر استدامته في دول المنطقة المتأثرة بالنزاعات وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية لفتح آفاق التنمية وفيما يتعلق بمستجدات القضية الليبية أشار السيد الرئيس إلى الجهود المصرية القائمة لدعم السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة في ليبيا في مختلف المحافل الثنائية والإقليمية والدولية ودفع كافة مسارات تسوية القضية عسكريا وسياسيا واقتصاديا مشددا سيادته في هذا الإطار على ضرورة إخلاء ليبيا من المرتزقة وتقويد التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي تساهم في تأجيج الأزمة للمساعدة على الوصول إلى إجراء الاستحقاق الانتخابية في ديسمبر المقبل من جانبه أشاد وزير الخارجية الروسي بالدور المصري الحيوي لتسوية الأزمة الليبية والجهود الشخصية للسيد الرئيس في هذا الإطار والتي عززت المسار السياسي لحل القضية الليبية وهو الأمر الذي يرسخ دور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في محيطها الإقليمية مؤكدا حرص روسيا على مواصلة التعاون والتنصيق المكثف بين البلدين في هذا الملف الهام كما شهد اللقاء تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الحالي لقضية سد النهضة حيث أكد السيد الرئيس على استمرار مصر في إيلاء هذا الموضوع أقصى درجات الاهتمام في إطار الحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل وذلك باعتبارها مسألة أمن قومي بالنسبة لمصر وذلك من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني شامل وملزم بين الدول الثلاث بشأن قواعد ملء وتشغيل السد ومشددا سيادته على أن عدم حل هذه القضية من شأنه أن يؤثر بالسلب على أمن واستقرار المنطقة بالكامل وقد أكد وزير الخارجية الروسي موقف بلاده الثابت برفض المساس بالحقوق المائية التاريخية لمصر في مياه النيل ورفض الإجراءات الأحادية في هذا الصدد معربا عن التقدير للجهود الحثيثة والمخلصة التي تبذلها مصر في هذا الإطار وتطلع بلاده إلى التوصل إلى حل يحقق مصالح كافة الأطراف من خلال المفاوضات في أقرب وقت ممكن شاركت مؤسسة معت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في مؤتمر نيل من أجل السلام الذي عقد في العاصمة الأوغندية كامبالا وفي نهاية المؤتمر وقع ممثل المجتمع المدني الأفريقي على وثيقة تطالب بتأكيل ملء السد النهضة ووصف أيمن عقيل رئيس مؤسسة معت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الوثيقة بأنها أساس قوي يمكن للمجتمع المدني الأفريقي البناء عليها لدعوة الحكومات للتفاوض السلمي القائم على حسن النواية وليس الصراع استعرض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماع مع عدد من الوزراء والمسؤولين الإجراءات التي تم إعدادها لاستكمال منظومة الرقم القومي الموحد للعقرات وأكد رئيس الوزراء أن هذه القطوة تمكن الدولة من معرفة الثروة العقرية وتكوين قاعدة بيانات مركزية للاستفادة بها في إجراءات الترقيص والملكيات والمرافق وغيرها لتقديم الخدمات للمواطن كما أكد مدبولي أهمية الجهود التي تبدلها الدولة من خلال أجهزتها المختلفة للتوصل أن يكون هناك رقم قومي لكل عقار على أرض مصر أعلنت وزيرة التقطيط هل السعيد أن مجلس الوزراء قام بإخلاء البهو المتبقي بمجمع التحرير من الموظفين والإدارات الموجودة به منوهة بطرح المذكرة الخاصة بالمجمع حتى يتقدم المطورون والمستثمرون لتنفيذ عملية التطوير وأوضحت السعيد أن صندوق مصر السيادي يهدف إلى تنفيذ خطة دولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم القيمة من الأصول غير المستغلة في الدولة مشيرة إلى أنه من ضمن الأصول غير المستغلة التي تم إسنادها إلى الصندوق هو مجمع التحرير مضحة أنه يتم دراسته لتحويله إلى منتج استثماري أمر المستشار النائب العام بإحالة عشرة متهمين منهم ستة محبوسون إلى محكمة الجنايات الاقتصادية المختصة لمعاقبتهم عما نسب إليهم من توجيههم الدعوة إلى المواطنين بأشخاصهم وعن طريق شبكة المعلومات الدولية لجمع أموال بدعوة توظيفها واستثمارها في أنشطة شركتين أكس فرست مجموعة للتجارة العامة والبرمجيات وأكس للصناعات والاستثمارات حال كون الشركتين غير مقيدتين بسجلات الهيئة العامة لأرقاب المالية لمباشرة هذا النشاط وطلقهم لذلك أموالا من المواطنين بلغت جملتها أكثر من 66 مليون و800 ألف جنيه مصريا و1650 دولارا أمريكيا لتوظيفها في أنشطة الشركتين وإصدار عملات مشفرة ونقود إلكترونية والإدجار فيها والترويج لها وامتناعهم عن رفض تلك المبالغ المستحقة للمجن عليهم ينطلق اليوم مدفع رمضان من قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة للمرة الأولى منذ عام 1992 أجرت وزارة السياحة والآطار التجربة الأخيرة لإطلاق المدفع بعد فترة توقفت دامت ما يقرب من 30 عاما وذلك من ساحة مطحف الشرطة بالقلعة وذلك بعد قيام الوزارة بترميمه ليعود انطلاقه من جديد ابتداء من أول أيام الشهر الكريم منوها للصائمين عن مواعد الإفطار أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تهنئته للجاليات المسلمة في الولايات المتحدة والمسلمين حول العالم بحلول شهر رمضان وقال بايدن في بيان له أن المسلمين الأمريكيين أفروا الولايات المتحدة منذ تأسيسها وساعدوا في بنائها ويلعبون دورا رائدا في جهود مكافحة فيروس كورونا وتطوير اللقاحات ويعملون في الخطوط الأمامية بمجال الرعاية الصحية فضلا عن عملهم كموظفين ومعلمين وغيرها من الوظائف مؤكدا أن التعصب وجرائم الكراهية ضد المسلمين يعد أمرا غير مقبول ولن يسمح به مبينا أن إدارته ستعمل بلا كلل لحماية حقوق وسلامة جميع المواطنين أوفدت إيطاليا وزير الخارجية الويجي دمايو إلى واشنطن ليكون أول وزير خارجية يزور البلاد منذ تولي جو بايدن مقاليد الرئاسة الأمريكية يأتي اللقاء بين وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلانكين ونظيره الإيطالي في واشنطن في إطار الاحتفال بـ 160 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين حيث بحث الطرفان ملفات أمغانستان وأوكرانيا ومكافحة بايروس كورونا والتغير المناخي أعلنت الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلانكين يعتزم لقاء نظيره الأوكراني خلال زيارته لبروكسل المقررة اليوم وحتى الخمس عشر من أبريل وذكر القائم بعمل مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا فيلي بريكر أن بلانكين سيشارك في إجتماع اللجنة المشتركة مع المندوبين الدائمين لدول حلف الناتو في بروكسل ومن المتوقع أن يعلن الناتو في ختم لجتماع عن ضرورة تفادي التصعيد على الحدود الروسية الأوكرانية أبرمت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اتفاقاً مع ثلاث دول في أمريكا الوسطى لزيادة عدد قواتها مؤقتاً على حدودها في جهود لمنع تضفق المهاجرين على الحدود الأمريكية وفقاً للمتحدثة باسم البيت العمية جون ساكي إن المكسيك ستستمر في نشر نحو عشرة ألاف جندي بينما أضافت جواتي مالا ألفاً وخمسمائة من أفراد الشرطة والجيش لحدودها الجنوبية ونشرت هندوراس سبعة ألاف فرد من الشرطة والجيش لحدودها لتفريق مجموعة كبيرة من المهاجرين وأضافت أن الاتفاق جاء نتيجة لسلسلة من المناقشات الثنائية بين مسؤولين أمريكيين وحكومات الدول الواقعة وسط القرى أعلنت الشرطة الأمريكية عن سقوط ضحايا في حادث إطلاق نار في مدرسة ثانوية في منطقة نوكسفيل في ولاية تنيزي الأمريكية أضافت الشرطة أن التحقيقات جرية حول ملابسات هذا الحادث قال القائد شرطة مدينة من يابوليس أن واقعت مقتل شاب سود بالرصاص في إحدى ضواحي المدينة نتجت عنها ما يبدو عن إطلاق ضابطة شرطة النار عن طريق الخطأ بمستدسها بدلا من استخدام الصعق الكهربائي أثناء مشكلة في إشارة مرورية واندلعت الإضطرابات من جديد في بروكلين سنتر بعد مقتل رايت حيث أطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسايل للدموع والرصاص المتطيل لتفريقي المتظاهرين وبعضهم كان يرمي الحجارة وأكياس القمامة ومقضوفات أكرة أكد الرئيس العرقي برهم صالح أن الانتخابات المقبلة مهمة ومفصلية وتأسيسية فيما أشار إلى ضرورة العمل والتنسيق الفاعل والجاد بين الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات لتأمين الرقابة الأممية جاء تأكيد الرئيس العرقي خلال إصداره المرسوم الجمهوري بإجراء الانتخابات في أكتوبر المقبل استنادا لصلاحياتنا الدستورية وعلى ضوء قرار مجلس النواب بحل نفسه وبعد التشاور مع القوى والقيادات السياسية والفعاليات الاجتماعية وقعت المرسوم الجمهوري الخاص بإجراء الانتخابات النيابية المبكرة في العاشر من تشرين الأول المقبل إن الانتخابات المقبلة مهمة ومفصلية وتأسيسية وتأتي بعد حراك شعبي ناهض يطالب بالإصلاح وتصحيح المسارات ولذلك فأن تأمين حق العراقيين في اختيار ممثليهم بعيدا عن الضغوط والاتزاز وسرقة أصواتهم يمثل أولوية قصوى لتكون العملية الانتخابية المسار السلمي للخروج من ترسبات وتراكمات المراحل السابقة أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 500 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 159 999 حالة حتى اليوم وأوضح خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان الإعلامي والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم تسجيل 818 حالة جديدة تبوتت إيجابية تحليلها معمليا للفيروس لافتا إلى وفاة 42 حالة جديدة كما ذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي سجل في مصر بفيروس كورونا المستجد وصل إلى 211 307 حالات من ضمن هذه الحالات 12 487 حالة وفاة أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 35 785 إصابة و1480 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية وبلغ إيجمالي الإصابات بكورونا في البرازيل أكثر من 13 500 ألف حالة فيما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 354 617 وفقا لبيانات الوزارة وفي المكسيك سجلت حكومة المكسيك 1627 حالة إصابة جديدة بالفيروس و364 وفاة وفقا لبيانات وزارة الصحة ووصل إجمالي المصابين إلى مليونين و281 ألفا بينما وصل عدد المتوفين إلى أكثر من 209 ألف من جهة أخرى دع الأمين العام للأمم المتحدة عن طونيو جوتاريش إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بما فيها ضريب على الثروة للمساعدة في تمويل التعافي العالمي من جائحة كورونا وقال جوتاريش إن أحدث التقارير تشير إلى أن زيادة قدرها 5 تريليون دولار في ثروة الأغنية في العالم خلال العام الماضي بسبب الوباء دعيا الحكومات إلى النظر في فرض ضريبة تضامن أو ثروة على أولئك الذين استفادوا خلال الوباء للحد من التفاوت الشديد قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدرس أدانوم إن الارتباك والتراخي في مواجهة فيروس كورونا يشير إلى أن الطريق ما زال طويلاً أمام نهاية الجائحة في الوقت نفسه أوضح أدانوم أنه يمكن السيطرة على الجائحة خلال شهور بإجراءات فعالة في مجال الصحة العامة كما أضاف أن انخفاض حلال الإصابة والوفاة في الشهرين الأول والثاني من العام يبين أنه من الممكن كبح هذا الفيروس وسلالاته بالتزامن مع تقدم حمالة تطعيم تواصل دول أوروبية تخفيف قيود كورونا بعد انخفاض نسبي في عدد الإصابة في بريطانيا بعد ثلاثة أشهر من الإغلاق أعادة المتاجر والصلاة الرياضية وصالونات تصفيف الشعر فتح أبوابها أمام المواطنين في خطوة وصفها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالمهمة باتجاه عودة الحياة إلى طبيعتها في البلد الذي كان في السابق الأكثر تضرراً جراء الوباء في أوروبا لكنه بعد حملة تطعيم ناجحة وإجراءات إغلاق صارمة استطاع خفض الوفيات بنسبة 95% والإصابات بنسبة 90% مقارنة بالأرقام المرتفعة التي كانت تسجل في يناير الماضي أما إيطاليا فمن المقرر أن ترفع تدابير الإغلاق في لومبردية المنطقة الأكثر تضرراً لديها ومناطق أخرى نظراً لانخفاض النسبي في عدد الإصابات حيث سيعاد تصنيف المناطق المعنية من حمراء إلى برتقالية وسيتم تخفيف القيود المفروضة على صفر السكان كما سيسمح بإعادة فتح المتاجر رغم إبقاء الحظر على الجلوس في المطاعم والحانات وفي القارة العجوز ستخفف أيرلندا أيضاً القيود لأول مرة هذا العام بعد إغلاق استمر أكثر من مئة يوم بينما ستخفف سلوفينيا قيود احتواء كورونا وتعلق حظر تجول استمر لستة أشهر بدورها ستقوم فرنسا دولة الأكثر تضرراً في أوروبا بتحصين سكانها البالغ أعمارهم فوق الخمسة وخمسين عاماً باستخدام لقاحي جونسون أند جونسون وسترازينيكا في توصيع لحملة التطعيم التي اتسمت بداياتها بالبطء يأتي ذلك في وقت تعاني فيه دول أخرى من ارتفاع في عدد الإصابات حيث سجلت تالهند رقماً قياسياً للإصابات بفيروس كورونا لتحتل بذلك المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة ويقول خبراء إن موجة ثانية من الإصابات تفقمت بسبب فتح الأنشطة الاقتصادية بالكامل في البلاد بعد الأضرار التي أحدثها لإغلاق العام الماضي وكذلك بسبب التجمعات الدينية والتجمعات السياسية الجماهيرية في الولايات التي تجرى فيها انتخابات أما في البرازيل فكشفت دراسان أعداد مرض كوفيد-19 البالغة أعمارهم تحت الأربعين عاماً الذين يقبعون في أقسام العناية المشددة تجاوزت عدد الفئات الأكبر سناً في هذه الأقسام الشهر الماضي وهو أمر يعود جزئياً إلى تفشي نسخة جديدة متحورة تعرف ببي وان وفي أسيا فرضت نحو أربعين محافظة تيلندية قيوداً جديدة للمسافرين من بانكوك وغيرها من المناطق التي تشهد تفشياً واسعاً لكورونا قبيل فترة الصفار بمناسبة العطل في وقت تشهد العاصمة ارتفاعاً في عدد الإصابات كما فرضت اليابان إجراءات جديدة لاحتواء الفيروس في توكيو في مسعى لخفض عدد الإصابات المتزايد قبل أقل من مائة يوم من انطلاق أولمبيات 2020 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء تقص معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل الحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد حارة على جنوب الصعيد نهاراً بينما يسود تقص المائل الجرودة ليلاً على معظم الأنحاء نهاية النشرة والآن إليكم تذكرة بأهم عنوينها الرئيس السيسي يهنئ الأمة العربية والإسلامية والشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان بلانكين يزور بروكسل اليوم لبحث الملفات المشتركة مع ممثل حلف الناتو وجوتاريش يدعو لفرض ضريبة على تروة من تربحوا من فيروس كورونا في الختام نحيط علم السادة المشاهدين أن التردد أكسترونيوز الجديد 11.7.85 معدل الترميز 27.500 معامل الاستقطاب رأسي شكراً جزيلاً وإلى اللقاء شكراً جزيلاً وإلى اللقاء